الصوت اللي بتسمعوا دلوقتي هو صوت الموجات الراديوية المغناطيسية لأحد أكبر أقمار المجموعة الشمسية بل أكبر حتى من كوكب عطارده لكوكب القزم بلوتو تخيل قمر في المجموعة الشمسية أكبر من كوكب عطارد جانيميد أكبر أقمار المشتري وهدف كبير للمركبة الفضائية الأوروبية جاس واللي انطلقت من أيام قليلة في مهمة استكشاف أقمار كوكب المشتري ودلائل وجود حياة عليه بعد ما رصد تلسكوب هابل الفضائي كمية مياه على الكوكب بيعتقد العلماء أنها أكبر من كل المياه اللي موجودة على كوكبنا الأرض بل وعلى عكس كل الأقمار اللي موجودة في مجموعتنا الشمسية جانيميد بيمتلك حقل مغناطيسي بيعتقد العلماء أنه قادر يحميه من الإشعاع الشمسي وده السماء المميزة لكوكبنا الأرض هل فعلا ممكن نلاقي دلائل وجود حياة على القمر دوت؟ وكيف نشأت أقمار المشتري؟ وليه كوكب المشتري هو أغرب كواكب المجموعة الشمسية؟ وإيه سر البقعة الحمراء الكبيرة اللي موجودة في كوكب المشتري؟ واللي نقدر نشوفها بأبسط كاميرات الرصد في سماء الليل أهلا بيكم في حلقة جديدة من إنفوسفير غلاف معلوماتي والنهاردة هنتكلم عن غرائب كوكب المشتري العجيبة ومهامة جديدة لاستكشاف حياة على أقماره وقبل ما نبدأ بقى انزل حالا دلوقتي وقبل ما تكمل الفيديو اضغط على زرار الاشتراك علشان ده أقل دعم ممكن تقدموا لينا وبالمناسبة زرار اللايك جنبه اضغط عليه وده كله علشان تتابع كل جديد ومفيد من أخبار العلم والتكنولوجية وخلينا نبدأ في يوم 14 إبريل 2023 يعني من أيام قليلة مركبة الفضاء جز التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية الـ ESA تم إطلاقها من مركز جيانا الفرنسي كهدف أساسي لدراسة احتمالية وجود الحياة البدائية على ثلاث أقمار جلدية من الـ 92 قمر الخاصين بكوكب المشتري واللي بيعتقد له العماء أن الثلاث أقمار دولت بيخفوا في داخلهم محيطات مائية جلدية بتدعم فرصة وجود كائنات حية دقيقة فيترى هل ممكن فعلا يكون أصل الحياة كان في كوكب تاني وتنقل بفعل النيازك على سطح كوكبنا الغامض بس قبل ما نتكلم على الرحلة عن أقمار المشتري وميكانية وجود الحياة خارج كوكب الأرض لازم كبداية أخذك برحلة سريعة ونرجع بالزمن مع بعض المليارات السنين علشان نشوف إيه اللي حصل تكون المجموعة الشمسية عمرك فكرت وسألت نفسك هي المجموعة الشمسية ديت اتكونت إزاي وإمتى خليني أقولك أن العلماء قدروا يحددوا زمن ميلاد المجموعة الشمسية وده كان قبل أربعة ونص مليار سنة وده وفقا للنموذج الأكثر قبولا لشرح كيفية ميلاد وتكون المجموعة الشمسية والنموذج ده بيسمى في علم الفلك باسم الفرضية السديمية وده نموذج نقشه علماء وفلسفة كتير على مرة العصور زي إيمانويل سويدنبارغ ومن بعده الفيلسوف إيمانويل كونت اللي تكلم عن الفرضية ديت في كتابه التاريخ الطبيعي العالمي ونظرية السماء سنة 1755 وبعدها بحوالي 40 سنة عمل عليه عالم الفلك ورياضيات بير لا بلاس في كتابه الشهير وصف نظام العالم وشرح فيه أكتر عن كيفية تكون المجموعة الشمسية والفرضية ما هيش نظرية علشان مش مثبتة علميا بشكل كافي تخلينا نعتبرها نظرية وهي بتقول إن المجموعة الشمسية سابقا كانت عبارة عن سحابة غازية عملاقة من الغازات البدائية زي الهايدروجين والهليام واللي مع مرور الوقت السحابة دي جذبت زراتها جنب بعض وانهارت تحت تأثير جاذبيتها وتحت التأثير الجذبوي الرهيب دوت على مر ملايين السنين اتكون لنا قرص دائري حرارته عالية جدا ومع مرور الوقت في منتصف السحابة اتكون لنا النجم البداية أو بما يعرف بالبروتوستار وده بياخد حوالي نص مليار سنة علشان يتكون ويبدأ وقتها النجم في تفاعلات الاندماج النووي والنجم ده بيكون اتكون في منتصف السحابة الغازية وخد حوالي 99% من كتلتها أما الكتلة اللي فضلة بتروح للكوايكبات والأخمار والكواكب وهنا يجي دور اننا نتكلم عن ازاي تكونت الكواكب وليه في منها نوعين كواكب داخلية صخرية وكواكب خارجية منها الغازي ومنها الصلب وليه كوكب زي المشتري دوت ما نقدرش نبعت عليه مركبة فضائية تهبط على سطحه كل ده هنعرفه مع بعض بعد شوية كمان اتكلمنا على الموضوع دوت بالتفصيل في حلقة جامس ويب يرصد تشكل كواكب النظام النجمي AUMIC هتلاقيها في الآية الفو أو في صندوق الوصف تكون الكواكب الداخلية والخارجية بعد ما تجمع غاز كافي في مركز السحابة اللي هو النجم الأولي واكتمل نموها وقتها ولد الضغط الرهيب حرارة كافية انها هتدمج الزرات اللي جوه النجم وتبدأ مرحلة الاندماج النووي زي ما قلنا بس برا النجم المادة كانت بتتجمع وتشكل صحب وكتل من الغاز ودي كانت بداية تكوين كواكب البدائية والكواكب ديت فضلت تكبر كده وتحجز المادة جواها وتسحبها بفعل جاذبيتها وبسبب ان الكواكب الداخلية تكونت من نفس سحابة الشمس فحتلاقي الكواكب الداخلية بتسبح في الفضل حوالين الشمس في نفس الاتجاه ونفس المستوى ونفس الميل وبرضو الفرضية الساديمية بتشرح لنا ازاي ان الرياح الشمسية دفعت الغازات الى خف وزن لمكان بعيد في المجموعة الشمسية وده اللي خلى الكواكب الغازية تتكون وتكون عبارة عن غاز وأغلبها ملهوش سطح زي المشتري وزحل وأورانوس ونيبتون في المنطقة الخارجية الاكتر برودة من النظام الشمسي على شكل كواكب جلدية وده سبب ان الكواكب الصخرية عطارد والزهرة والأرض والبريخ موجودة في مكان قريب من الشمس ومتكونة من صخور رصد كوكب المشتري وهنا يجي دورنا علشان نتكلم عن أقدم وأكبر كوكب في المجموعة الشمسية واللي يعتبر بمثابة مكنسة كهربائية شمسية عملاقة وهو كوكب المشتري واللي تنسب لي اسمه بالمشتري بسبب انه اشترى الحسن والجمال لنفسه أما عن تسميته بجوبيتار فده نسبة لآلهة الرومان القديمة في أساطير الميثولوجيا واللي جوبيتار يعتبر إله البرق والرعد وكبير الآلهة الرومانية عندهم وكان أول من رصد الكوكب دوت هو عالم الفلك العظيم جاليليو جاليلي سنة 1610 لما وجه تلسكوب البسيط ناحية السماء رصد الكوكب بأقمار الأربعة اللي كانوا واضحين وقتها على الرغم من أن الكوكب ده ليه أكتر من 92 قمر بيلف حواليه والأربع أقمار اللي رصدهم جاليليو تسموا على اسمه تيامونا بيه وتسموا بأقمار جاليليو تسمية الكوكب أما سبب تفضيل وحب بانوا الأرض لكوكب المشتري بسبب أنه يعتبر الحامي الأساسي والحارس المستمر لكوكبنا الأرض وده يرجع لكتلته الضخمة وحجمه الكبير واللي بيخلي أي مزنبات أو كويكبات معدية يروح شديدها ليه كده وياخد الضربة عننا وده بسبب قوة جاذبيته ومن هنا أخد لقب مكنسة كهربائية للنظام الشمسي وحتى لو الكوكب مقدرش يشد الأجسام الفضائية ديت فهو كفيل يغير مصارها ونظرتها ويخليها تنحرف بعيد عن الأرض وفعلا في يوليو سنة 1994 استضم المزنب شوماكر ليفي بكوكب المشتري وتمت ملاحظة التأثير اللي حصل من خلال تولسكوب هابل الفضائي ومراصد كثير على كوكبنا وتمت تغطية الحدث دوت على وسائل الإعلام بشكل كبير نجم فاشل أم قزم بني أم كوكب عملاقة نجي بقى لنقطة جزرية عملت خلاف بين علماء الفيزياء الفلكية عمتاً وعلماء ودارس الكواكب خاصةً وده بسبب خلافهم على المشتري هل هو كوكب أم هل هو نجم فاشل وده تحديداً بسبب إن الكوكب بيتكون من نفس عناصر الشمس بس بسبب كتلته الغير كافية مفيش ضغط كافي يخليه يعمل اندماج نووي يخلي العناصر تندمج في باطن الكوكب ولذلك أحياناً بيقولوا عليه اسم القزم البني وده لأن الأقزام البنية بتقع ما بين ديرة الكواكب العملاقة وبين النجوم اللي مش قادرة تعمل اندماج نووي فلما يكون معانا سحابة غازية كتلتها 8 من 10 من كتلة نجمنا الشمس السحابة دي مع الوقت مش هتقدر تعمل نجم للأزف هتشكل لنا قزم بني غير قادر على دمج عناصره بيشبهه العلماء الكوكب دوت أحياناً بالنجوم الفاشلة وعشان المشتري يعمل اندماج نووي ونعتبره نجم لازم تكون كتلته 75 ضعف الكتلة الحالية فهو في النهاية مش قزم أبيض ومش نجم فاشل إنما هو كوكب غازي عملاق وعشان نعرف أكتر عنه لازم نعرف خصائصه أكتر ونعرف هو بيتكون من إيه تحديداً وهل هو غاز بشكل كامل وإيه هي العواصف اللي بتحصل على سطحه؟ غصائص الكوكب ومكوناته وحلقاته والبقعة الحمراء الشهيرة في البداية لازم نفهم عظمة وضخامة حجم الكوكب دوت وكم مثال لو كانت الأرض بحجم حبة رمل فالمشتري حيكون بمثابة كرة سلة أما عن المسافة فالكوكب بيبدع عندنا حوالي خمس أضعاف بعدنا عن الشمس بس لو جينا قربنا منه وعايزين نشوف سطحه قبل ما نشوف السطح هتلاحظ وجود حوالي 92 قمر بيلفوا حواليه وده عدد رهيب بالمناسبة وقابل للزيادة وقبل ما نشوف الأقمار هنلاحظ كمان لو قربنا مسافة كافية هنلاحظ وجود حلقات من الزرات والغبار اللي بيحيط بالكوكب وغبار نجمي بيحيط بالكوكب من حواليه إيه ده؟ يعني الكوكب ليه حلقات زي حلقات زحل؟ خليني أصدمك وأقولك أن كل الكواكب الخارجية زي المشتري وزحل وأورانوس ونيبتون كلهم ليهم حلقات بتدور حواليهم بس ما بنشوفش بصورة واضحة غير حلقات زحل الشهيرة أما بالنسبة للحلقات بتاعت باقي الكواكب فبسبب بعدها الرهيب عننا وعدم كبر حجم الزرات الخاصة بيها فبنقدرش نشوفها ولا نلاحظها غير بس في نطاق الأشعة تحت الحمراء أو لما ضوء الشمس يخبط فيها بشكل مباشر وده اللي حصل فعلا سنة 1979 لما أعلنت مركبة الفضاء فوايا جيروان التابعة لناسا عن اكتشاف حلقات كوكب المشتري ومراصد زي مرصد جاليليو وغيرهم بيأكدوا أن الحلقات دي بتتشكل من الغبار المتصاعد لما بتصدم النيازك بالأقمار الداخلية الصغيرة للكوكب نرجع تاني بقى للكوكب خلاص عدينا الحلقات والأقمار وبدأنا نشوف الكوكب بوضوح وتركيز كبير أول حاجة بقى هتلفت انتباهنا هي بقعة على السطح لونها واضح وجميل وبيتسمى بالبقعة الحمراء الشهيرة ودي صراحة مش محتاجين نروح للكوكب علشان نشوفها إنما من كوكبنا وبتلسكوب متواضع حنقدر نرصد المنظر الجميل دوت بألوانه البقعة الحمراء ديت بقى هي عبارة عن عاصفة عملاقة بيبلغ حجمها ضعف حجم كوكب الأرض كم مرة وبتلفه الدور بسرعات عالية من عشرات السنين وسبب اللون المميز في السحب والعواصف دي بيرجع للعناصر الكيميائية اللي موجودة فيها بينما الكوكب تركبته بتكون غالبيتها من الهليوم والهايدروجين زي الشمس إلا إن الكوكب مش غازي بشكل كامل وبنفس الوقت مش صلب وده بسبب الحرارة والضغط والكسافة العالية تحت السطح اللي بتخلي الغازات دي تتصرف بطريقة غريبة وتعمل زي سائل مائع بيزداد حرارة وكسافة كل ما اتجهت ناحية لب الكوكب وده اللي بيخلي المشتري إنه ياخد مرتبة رقم واحد لوجود أكبر محيط في المجموعة الشمسية على سطحه بس مش محيط من المية إنما محيط من الهايدروجين السائل وبسبب الكسافة والحرارة والضغط العالي اللي بيحصل للهايدروجين في باطن الكوكب دوت بيخلي إلكترونات للهايدروجين تنفصل عن الزرة ويخلي الهايدروجين سائل موصل مع دوران الكوكب الرهيب والسريع حوالي نفسه فالعلماء بيعتقدوا إنه بيولد من الحركة دي مجال مغناطيسي عظيم جدا للكوكب أما بقى في نواة الكوكب فبسبب الحرارة والكسافة والضغط الرهيب فالعلماء مش قادرين يحددوا لسه هل النواة حالتها صلبة ولا بازية؟ الرحلات التاريخية للمشتري وبسبب جمال وسر الكوكب دوت بالألغاز اللي موجود عليه ده كان سبب كفيل في إرسال رحلات متعددة الغرض علشان تلف حوالي الكوكب وترصد لنا التفاصيل اللي احنا محتاجينها وبالفعل على مدار تاريخ دراستنا للكوكب وأقماره تم إرسال أكتر من عشر مركبات فضائية مركبتين بس واللي هم جاليليو وجونو داروا حوالي الكوكب واللي كانوا مهتمين بدراسة سطح الكوكب وكيفية تشكله وكمية المواد الكيميائية اللي موجود عليه ودراسة حقله المغناطيسي أما باقي الرحلات اللي مضرتش حوالينا الكوكب كانت زي بايونير 10 واللي أخدت بيانات عن مدى خطورة الحزام الإشعاعي للمشتري وبيونير 11 برضو قدتنا بيانات عن البقعة الحمراء العظيمة وصور قريبة للمناطق القطبية للمشتري مساعدتنا مركبتين الفضاء في واجر 1-2 في اكتشاف حلقات كوكب المشتري وكشفوا عن براكين كبريتية على القمر آيو الرحلة جس أما آخر رحلة للمشتري وأقماره كانت نقطة البداية في 14 أبريل سنة 2023 وكالة الفضاء الأوروبية أرسلت من أيام قليلة مركبة الفضاء جس واللي حتكون أول مركبة فضائية وتدور حوالين قمر غير قمر كوكب الأرض المركبة متخصصة في دراسة الأقمار الجالدية وحتاخد رحلة مدتها 8 سنين للوصول للكوكب ودراسة الثلاث أقمار أوروبا وكاليستو وجعنيميد وده بسبب أن مركبة جونو الفضائية اللي اتكلمنا عنها من شوية لما درست كوكب المشتري وأقماره قدتنا احتمالية وجود محيطات من المياه السائلة تحت القشرة الجالدية لتلاتة من أقمار المشتري وده ممكن يخلينا ندرس احتمالية وجود كائنات حية ويعرفنا سبب وجود المياه على كوكبنا ونشئة الحياة على سطح الكوكب وعلماء الفلك حددوا أن المياه ما تكونتش على سطح الكوكب إنما جات من نيازك خارجية اصطدمت بالكوكب ونقلت لينا المياه وده برضو في نظرية علمية خاصة في علم الفلك والأحياء اسمها بانس بيرميا بتحدد أن الكائنات الحية ونشئة الحياة جات من برى كوكبنا الأرض وبدايتها مش على كوكبنا فمهمة جيس هتكون بمثابة بصيص من الأمل في وجود ومعرفة الأسرار دي فيا طرح عزيز المتابع هل مركبة جيس هتخلينا نفهم الحياة والمياه تكونت ازاي؟ هل جات المياه من برى الأرض؟ ولا تكونت زي نظريات جديدة بتتكلم عن تكون المياه داخل الأرض؟ هل هتكشف لينا عن احتمالية وجود كائنات حية على كواكب وأقمار المجموعة الشمسية؟ ولا تفتكر إحنا الوحيدين في كون قطر المرئي 93 مليار سنة دوقية؟ لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك الجميل وبقائش تركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وانتظرونا في الحلقة الإسبوعية كل يوم جمعة إن شاء الله تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة في إنفوسفير ولاف معلوماتي تحياتي محمد فهم سليم